السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان اليوم رح نتحدث عن الأخطاء اللي ممكن الإنسان يرتكبها اللي تؤدي إلى إما تأخير الحصول على الجنسية الألمانية أو عدم الحصول عليها مطلقا الشيء المتعرف عليه عادة هو أنه الناس يعني لما بتحقق الشروط الأساسية للحصول على الجنسية الألمانية بتروح بتقدم على الجنسية يعني شرط الزمن مثلا أو العمل عدم الحصول على مساعدات من الدولة وشرط اللغة في ناس كتير بتعتبر أنه هاي هي الشروط الأساسية فقط للحصول على الجنسية الألمانية وهذا ليس صحيحا هاي الأشياء الأساسية والمهمة ولكن في مجموعة من الأشياء والأخطاء والمطبات اللي حابب أن أبهكن عليها اليوم للناس اللي حابة تتقدم للجنسية الألمانية خاصة أنه معظم الناس يعني صلا هلهم خمسة سنين يعني يقتربوا جدا من تحقيق الشروط الكاملة للحصول على الجنسية الألمانية بعد ما تقدم على الجنسية الألمانية في العينبيرغانغس أمت بتقدم ورائك أنت والأشياء اللي بطلبوها منك بتدخل في مرحلة اختبار هن بيبلشوا بقى بيشوفوا شو وضعك في ألمانيا فلازم نحن ننتبه لهالفكرة في خمس جهات رسمية رئيسية بيفحصوا فيها يعني يسجلك عند الدولة الألمانية الجهة الأولى هي العينبونة ميلدأمت بيشوفوا أنت وين ساكن يعني مكاني قامت السكن وتسجيلك وين كنت ساكن في السنوات الأخيرة مثلا الثمين سنوات الأخيرة هل كنت مقيم بشكل دائم في ألمانيا أول شيء العينبونة ميلدأمت الجهة الثانية اللي بيسألوا فيها عنك هن البوليس الألماني بيشوفوا هل هناك قضايا ضدك في شيء ماشي ضدك في شيء قضية مفتوحة ضدك حاليا فهذا الموضوع لازم ننتبه عليه يعني مثلا أنت قبل أسبوعين ثلاثة متورد مثلا في مشكلة مثلا لا سمح الله ضارب حدا متضارب مع حدا وفي قضية مفتوحة يتم التحقيق فيها الآن ضدك مثلا أو معك فأنت هذا الشيء بيبين في هالحالة أيضا بالتحقيقات لما بيسألوا عنك عند الشرطة الألمانية وهيك شيء ممكن يأخر حصولك على الجنسية الألمانية رئيسا ما تتهي التحقيقات ويتم البد في القضية لأنه ممكن أنت في هالقضية بس أنت تنحكم مثلا أو حتى تطلع براءة يعني بس تم التحقيق معك مثلا في قضية مفتوحة ضدك طالما في قضية مفتوحة ضدك بيتم تأخير حصولك على الجنسية الألمانية فهي نقطة لازم كمان ننتبه لها لازم تكون صفحتنا نظيفة عند البوليس الألماني النقطة التالتة أو الجهة التالتة اللي بيتم في السؤال عنك هو الفينانس أمت بيسألوا كمان الفينانس أمت إذا بفي شيء مثلا ديون عليك للدولة الألمانية الفينانس أمت مكتب المالية إذا عليك أنت أي ديون للدولة الألمانية بشكل عام قديمة أو جديدة كمان بيشوفوا هذا الشيء عن طريق يعني السؤال عنك في الفينانس أمت إذا في شيء ضرائب متراكمة عليك ما لك دافعة فكثير من الناس مثلا أحيانا بكون مثلا من زمان فاتح محل ومسكره وما اشتغل معه وعليه تراكم ضرائب وراحت مع السنين وحصل أو شيء على مساعدة من الدولة بعدين رجي أشتغل ولكن في ديون متراكمة عليه للدولة بيجي اللحظة اللي بيقدم فيها الجنسية الألمانية فما بيحصل عليها بيجي الرفض ليش؟ لأنه عليه أيضا تراكم ديون للدولة الألمانية هاي النقطة كمان لازم ننتبه لألا إذا الجهة الثالثة اللي بيسألوا فيها عنك هو الفينانس أمت مشان نعرف إن الدولة شو هي الجهات اللي بتلجأ لألا وتسأل عنك اللي ممكن تعيق حصولك على الجنسية الألمانية أو تأخر حصولك عليها الجهة الرابعة اللي بيسألوا فيها عنك هي السجل الاتحادي المركزي هاي الأكت اللي بينزل فيها كل الأشياء اللي بتعملها أنت في ألمانيا كل إذا عليك مشاكل أو محكوم إنحكمت شي بقضية بزماناته أو متورط في شيء أو أي كتل هالأشياء بتكون موجودة عادة بالبوندستنتخالغيجستا كمان بيشوفوا إذا قالك نيك عند خيجة يعني إذا في شي بإسمك بوجود هنيك أي مشاكل بيحقق أي قضايا سبقوا إنحكمت في شيء معين كله بيتسجع بالبوندستنتخالغيجستا وكمان بيسألوا عنك هنيك وبيشوفوا إذا عليك شي بالبوندستنتخالغيجستا الجهة الخامسة الأخيرة الرسمية اللي بيسألوا فيها عنك هي البوندستفاف هسونجشوتس يعني مصلحة حماية الدستور أو المخابرات الألمانية إذا عليك هنيك أي شيء يعني قضايا الكبيرة اللي فيها أمن ألمانيا وأمن الدستور الألماني الأمن الألماني طبعا أي قضية بهالقضايا الكبيرة يعني إذا بعض الناس متورطين بهالقصة أو مشكوك فيهم أو إلهم هنيك فيش يعني هذا كمان بيسألوا فيه عنك بالنصفة فاسونجس يعني الشوتس كمان هنيك بيشوفوا إذا فيه بالغيجستا عندهم أي شيء ضدك موجود عند الدولة الألمانية بإسمك وهي السبب أنه فيه زمن دائما بين تاريخ تقديمك للطلب وحصولك على الجنسية الألمانية لأنه بيسألوا عنك في كل هالجهات الرسمية وبيستنوا رد هالجهات الرسمية على طلباتهم فإذا أجر رد إيجابي من كل الجهات أنه ما عليك أي شيء يعني صفحتك بيضة بتحصل بكل بساطة على الجنسية الألمانية المفروض أنك أنت ما تحتاج لا محامي ولا أي شيء يعني معظم الناس اللي أنا بعرفهم حصلوا على الجنسية الألمانية بشكل جدا بسيط بتروح لعند الموظف بتقدم ورائك بتشوف الشروط بتقدم كل الأشياء اللي بطلبة منك كل الوراق الزمن عمل زمن وراء الشغل كل الطلبات اللي بطلبة منك الأوراق الرسمية تكون مصدقة وبعدها بتدخل بفترة الانتظار هي فترة الانتظار هي اللي بيسألوا فيي عن كل هالأشياء فلو كان عليك شيء جدي أو فعلي ممكن يتأخر حصولك على الجنسية الألمانية أو أنك ما تحصل عليها أبدا إذا كان فيه مثلا موضوع كبير بحقك مثلا بنصف عصنشوتس يعني أنت مشكوك فيك أو متورط بشيء كبير يعني بمس أمن ألمانيا فبتنحرم أكيد من الحصول على الجنسية الألمانية الشيء الحابب أن أنبه له طبعا أنه معظم الناس بياخدوا بكل بساطة الجنسية الألمانية بمجرد تحقيقهم الشروط ومعظم الناس طبعا أكيد 99% والناس صفحتها بيضة بكل بساطة بتروح بتقدم الوراق بتحقيق شروط بتاخد الجنسية الألمانية للناس اللي حابت الجنس وتصير المواطنين يعني يصيروا بهالبلد الآن بعض الناس أحيانا بتظهر أنه هي متفاجئة لأنه ما حصلت على الجنسية الألمانية يعني بتسمع حيانا مثلا أنه لك رفي أو صديق مثلا قدموا معطوا إياها ونرفض مثلا أو في بعض الناس بيقولك أنا صلي مثلا 30 سنة في ألمانيا وإلا هلأ ما عطوني الجنسية الألمانية السؤال هو ليش ما عطوك الجنسية الألمانية يعني أنت صلي 30 سنة في ألمانيا ما حقق شرط الزمن أكيد عم تشتغل أكيد بتحكي لغة ألمانية يعني ممتازة يعني فصل لك 30 سنة في ألمانيا فشو هي الشروط اللي عاقد حصولك على الجنسية الألمانية على الأغلب هو موضوع متعلق بأحد الجهاد اللي حكينا عنه أنه أنت عندك مشكلة إما أنت سابقا عامل مشكلة محكوم آآ في قضية ماشية ضدك في شي طبعا هو الناس ما بتعلن هذا الشيء كمان قدامك يعني محدا بيقول لك أنه أنا قبل سبع سنين انحكمت بقضية مثلا وهلا عبقدم على الجنسية الألمانية ونرفضت بكل بساطة هو بيظهر انزعاجه بيقول لك أنا قدمت على الجنسية ومعطوه إياها ومعنه محقق كل الشروط بس ما بيقول لك أنه في شيء قديم صاير معه هذا هو السبب أنه ما حصل على الجنسية الألمانية فهذه النقطة لازم ننتبه له إليه أو في شخص متراكم عليه ديون للحكومة الألمانية يعني سبق فتح مثلا مزماناتهم محل الديونة وبعدين سكروا وفي عليه سعى ضرايب للفينانس أمت وما دفعه بسبب أنه راتب وضعيف ما بيقدروا يقطعوا منه مثلا مبالغ كبيرة وليسا متراكمة عليه وبعدين أجي أدام على الجنسية الألمانية وشافوا أنه لسا عليه ديون وآخروا إلى توفي ديونك يعني مثلا زمن كمان فممكن بعدها ترجع تتقدم بطلب الحصول على الجنسية الألمانية فهذا الموضوع كمان ما بيقلك يا أحيان الشخص بيقلك أنه نصلي خمسة عشر سنة فإنما كان عندي محل وكل شيء وبدفع كل ضرايب ومع ذلك ما يعطوني جنسية الألمانية لا هو بكون معا بيحكي لك الحقيقة كاملة فما بدنا حدا يتأثر بها المواقف السلبية إنه لا ما بيعطوا الجنسية الألمانية وإنه شروطة صعبة وإنه ما في سبب واضح أحيانا للرفض لا دائما في سبب واضح إذا رفض طلبك في سبب واضح ومعروف بس بيكون الشخص اللي رفض طلبه معه بيقلك الحقيقة كاملة هاي الجهات الرسمية شفناها هلا طبعا حي ممكن تكون أشياء بسيطة يعني لازم نحن نتبه لها الموضوع يعني مثلا أنا قربت لأحقق الشروط مثلا 8 سنة وقت عبستنى لأقدم رأي وعب أشتغل أموري تماما متحمس وحابب أقدم رأي أنتبه مثلا ما أورد حالي في مشكلة يعني على سبيل المثال خبطت السيارة ما أحمل حالي وأهروه أصير فاغة في الوقت ويجي الشرطة ويمسكوني بعدين وبتنفتح علي قضية وتمتها القضية وطالما هالقضية شغالة ما رح أحصل أنا على الجنسية الألمانية أو مسلا يجي شخص يستفزني وأعلى معه أتضارب معه أو كذا فأدخل بموضوع شرطة ومحاكم وهيك وما أقدر أقدم على الجنسية الألمانية لما بتقدم كما ما فستي تكذب عليهم بيقول لك هل هناك قضايا يعني سارية ض ضدك هل سبقوا إن حكمت أنت أنت محصل تكذب عليهم في بعض الناس مثلا إيش بتعمل بتفكر حالة أسكن من الدولة الألمانية بيكون هو محكوم مثلا زماناته أو صار معه مشكلة أو أي شيء فما بيكتب هذا الشيء يعني حتى بالطلب بس إن لما بيفحصوا طبعا بيكتشفوا هذا الشيء فبصير عنده مشكلتين المشكلة الأولى إنه عنده مشكلة يعني في أكتته والمشكلة التانية إنه هو كذب ماء الحقيقة كمان فعني لازم ننتبه لهالأمور وعادة لما بتقدم الطلب كمان بيسألوك يعني فيه ب أنه هل سبق وقدمت على الجنسية الألمانية وإذا نعم هل رفض طلبها يعني طلبك ولماذا يعني فيه ناس مثلا بتقدم مع طلب الجنسية الألمانية وتوجد تقدم عليها مثلا بعد سنتين مرة تانية لا يكون زال السبب اللي أول مرة نرفض بسببه فما بصير تكذب تكتلون إيه أنا قبل سنتين قدم طلب ونرفضت لهالسبب مثلا هاي كمان من الأمور المهمة يعني اللي لازم ننتبه لهالأمور ليش أنا هلا عبسكر هذا الشي عبسكر هذا الشي مشان أدنبه الناس أنه انتبهوا لهذا الموضوع أنه حصول على الجنس زمن ولغة وشغل عند الدولة لا لازم ننتبه أن تكون صفحتنا بيضة وما عنا مشاكل معنا ديون للدولة الألمانية ما في قضايا مفتوحة بيحقنا حاليا وماشي يعني شغال ضدنا عند الشرطة لازم ننتبه لكل هالأمور ومن ورد حالنا بشي يعني حيان الإنسان ممكن يعني قضاءه قدر لسبب وآخر يتورط بمشكلة يعني كمان ولازم نعرف أنه هذا الشي كمان يعني نتجنب ونحزره قدر الإمكان لأنه طالما في قضية شغالة ضده في تحقيق ماشي معي حتى لو أنا بري طبعا بالأخير يعني ثلاث منا ولا كأنه في شي يعني ولكن إذا في قضية شغالة ضده بيتأخروا بي يعني منحي الجنسية الألمانية رئيسة ما يتم إنهاء التحقيقات في هالقضية يعني إذا الموضوع كبير يعني أو بيستحق حبيت أفيدكم بها المعلومات وأنا ببهكن شو هي الجهات الرسمية اللي بتمز في السؤال عنكن لما بتأدموا على الجنسية الألمانية مشان تعرفوا وين لازم تكون صفحتكم بيضة عند الدولة الألمانية عن إنها جهات رسمية بشكل رئيسي وفي نقطة أخيرة كمان موضوع الشوفة كمان س تسألني إنه إذا عندي شوفة عيند hoe هل هذا عائق للحصول على الجنسية الألمانية في الحقيقة هو ليس عائق بشكل مباشر يعني ما في القانون الألماني شي بيمنع حصولك على الجنسية الألمانية إذا عندك شوفها عيند legsخ League وينتراك إذا كان عندك يعني مثلا دينة لجهة خاصة يعني بعض الناس طورت بهالأمور فتراجات الهندي هالأشياء ولكن هننن بشكل عام ما بيشكوا بهذا الموضوع يعني لما بيعدموا على الجنسية أو الماني ما برحوا بيعاونوا بدروها فيه شك بالشوفة بالضرورة يعني ممكن يسألوك ليش وكيف وهالأشياء طالما انت الليبنس انت هالطبع يعني عتشتغل عبطالية فلوسك ومسراتك ما عبت تعتمد على الدولة يعني هدا الشي مفروض ما يكون عائق حتى لو عندك شوفها عين تخاك واذا عندك شوفها عين تخاك طبعا مفروض تحلو ويعني تدفع المصاري اللي عليك وهالأشياء تعرفوا انه معظم الناس يعني الاجوة 2014-2015 يعني في السنتين القادمتين راح يبلشوا يحققوا كل الشروط للحصول على الجنسية الألمانية فحبيت انا بحكم انه مو بس تنتبهوا لعامل الزمن والعمل واللغة لازم تنتبهوا كمان لهالأمور يكون صفحتكم بيضاء للناس اللي حابة تصير يعني طبعا مواطنة المانية ومواطنة المانية في هالدولة يعني ويتمتع بكامل الحقوق ويحصل على الجنسية الألمانية لازم ننتبه لهالأشياء كمان هات كان كشي لهذا الفيديو اتمنى اكون افتكوا من خلال المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة